هو تعبير عن هذا الواقع يعني الوعي كثيرا ما يسبق الاحتياجات الملحة للواقع الاقتصادي والاجتماعي لمجتمع ما ولكنه غالبا لا يأتي أولا أحيانا ما يأتي أولا ولكنه في الغالب الأعام هو تعبير عن حالة تحدث في المجتمع تتراكم فيها الأسباب وهو نتيجة الصراع يعني نتيجة الصراع الذي أوصل المفكرين والكتاب والمثقفين إلى هذا المستوى من الواقع جميل دكتور مايكل متحد يعني هنا في فكرة ظهور ما يسمى بالإرهاب والجماعات المتطرفة والقتل على الهوية وغيرها ألا يمثل هذا أيضا شهادة لأن الطيارات الفكرية الأخرى والفلسفية قد غابت عن الساحة ولم تلعب دورها الحقيقية؟ لا ما نقدرش نقول أنها غابت لكن نقدر نقول أنها أخدت مكانة هامشية يعني لو قلنا أن الواقع بتاعنا دلوقتي بيعيش في مرحلة تحول ومرحلة تغير ومحتاج أنه يحرز نوع من التقدم بنلاقي أن مجتمعنا مقسم لخطابه خطابه السولي بيشوف أن الحل بتاعنا للأسف الشديد ودي مفارقة يعني موجود في الماضي عنده مرحلة تاريخية معينة موجودة في الماضي شايف أنها النموذج الأعلى لتحقق الحضارة الإنسانية وبيحاول إعادة تمثلها مرتين أي أن كانت المرحلة دي إيه؟ سواء كانت الخلافة الوثمانية الخلافة العباسية المهم أنها حركة للورق وعندنا مجموعة تانية من المفكرين التنوريين المبدعين اللي شايفين أن أي حركة تقدم هي اتجاه للأمام للمستقبل حركة إبداع فنقدر نقول أن رؤية الاتنين للزمن هي اللي بتحدد الموقف حد عاوز يعيد قولبة المجتمع على الصورة من صور الماضي وحد عاوز يجزب المجتمع للأمام ويتحرك بيه تجاه المستقبل اللي بيحصل بقى أن على حسب التيار السائد في كل ثقافة من الثقافات يعني مثلا لو نظرنا لشعوب زي الشعوب الأوروبية في القرن الثمنتاشر أنهاكتها الحروب الدينية جدا فنيجي نقول لها الدعوة للتنوير نلاقي أن مع القرن الثمنتاشر والتسعتاشر درجة عالية جدا من التقدم نيجي لشعوب عندنا عندها نوع من النقص والإحساس بالعجز والتخلف عن مسيرة الحضارة فنديهم حل سهل وبسيط زي أن الماضي جميل وأن احنا عوزان جدا وأن احنا عندنا نمازج مشرقة قوي في الماضي نلاقيهم سابوا فكرة الدعوة للمستقبل لأنه معتمد على العلم والجهد والإبداع وبتتطلب مجهود هائل جدا وارتموا في أحضان الدعوة البسيطة المريحة اللي هي زائفة في نهاية الأمر تجاه العودة للماضي فعلى حسب المثقف ده بي مارس دوره فين؟ على حسب الفيلسوف بيطرح أفكاره في أي مجتمع يعني طيارات فكرية مثلا زي طيار اليسار وستاذة فريدة ممثلة لي طيارات الليبرالية كل هذه الطيارات الفكرية وغيرها لم تنجح في أن تكتزب الأغلبية تجاهها مثلا في تقديرك وذهبت الأغلبية إلى الخطاب الديني المسيس عشان يكون محددين تاريخيا في الإجابة على السؤال ده قبل سقوط حائد برلين وانهيار الصنائية القبية ما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كان فيه وضع وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي بقى فيه وضعتي الأول كانت الاشتراكية أو الماركسية بشكل عام سواء كانت في الاتحاد السوفيتي أو في غيرهم الدول كان لها مكانة كبيرة جدا على تبار أنها مشروع واقعي متحقق لكن التنظير الفلسفي والسياسي بعد سقوط حائد برلين أخذ أشكال ثلاثة يأما بعض المفاكرين الأمريكان زي فرانسيس فوكوياما يقول لنا أن التاريخ انتهى وأن المجتمع اللي برالي الديموقراطي الرأسمالي ده قمة التطور اللي هنوصله بس كل اللي نقدر نعمله نحن نتوسع فيه يأما مجموعة تانية من المفاكرين يقول لنا لا مرحلة الصدام والصراع قادمة وإن دلوقتي بمجرد ما دخلنا في مرحلة جديدة اللي هي فيها الولايات المتحدة هيحصل عندنا صراع بين الأيديولوجيات وبعضها البعض وفي الاتجاه التالي اللي بيادعوا لي دايما المثقفين اليساريين والتنوريين هو أن يكون فيه خطاب عقلاني نقدي مش لازم نتبنى أي وجهة نظر بشكل مطلق أو بشكل دجمائي لكن يكون فيه خطاب عقلاني بيحكم وجهة نظرنا من كل نزعة من النزعات نعم هنا دكتور مايكل فعلا بيتكلم في نقطة في غاية الأهمية وفكرة صعود هذا الطيار ونجاحه في اكتزاب جماهيرية هنا برضو علامات استفهام كثيرة في تقديرك إيه السبب؟ طبعا الدين لاعب دور كبير جدا في الثقافة صحيح الدين غير الثقافة لكن هو في مجتمعاتنا لاعب دور رئيسي وحتى في المجتمعات العالم كله بدرجات متفوتة الدين أصله حل سهل سهل جدا يعني أنت لما تطلب من الناس أنها تكافح من أجل حقوقها وتكون على استعداد لأنها تدفع تمن الانتصارات والتضحيات اللي هتحققها في المستقبل والتضحيات اللي هتقدمها والتضحيات اللي في السكة وطبعا تضحيات اليسار سواء في مصر أو في الوطن العربي أو في العالم كله معروفة حتى في التمهيد للثورة البولشوفية سنة 17 إلى آخره الدين ملاذ الدين زي ما قال ماركس روح عالم بلا روح لأن العالم الرأسمالي عالم متوحش وخصوصا بعد سقوط حق برلين وسقوط الاتحاد السوفيتي أصفرت ما يسمى بالليبرالية الجديدة عن وجه بالغ التوحش لدرجة أن صندوق النقد الدولي نفسه اللي هو أحد أدوات العالمة الرأسمالية الرئيسية أحد أدروعها بيقول لا يا جماعة مش كده يعني خدوا بالكوا شوية من ناس اللي جعانين اللي هو نفسه كان سبب في قيام الترابات وانقلابات وصورات في دول أمريكا اللاتينية وغير وفي مصر وفي الوطن العربي كله فهذا التوحش والناس مش قادرة تواجه يعني أرجع بقى لفكرة توفر الحريات التي تمكن الجماهير العريضة مش بس المثقفين من أنها تدافع عن نفسها يبقى عندها نقابات تعبر عنها عندها أحزاب بتوصلها الأفكار وبتنظمها وبتنظم كفاحها عندها مجتمع مدني يستطيع أن يقف ندا للدولة المهيمنة أحيانا في الغالب الدولة لأنها عندها أدوات الردع القوية بتبقى خصوصا لما بتغيب الحريات تحول إلى دولة تسلطية فالناس مش لقيا ملاذ مش لقيا حاجة تستند إليها فسهل جدا إنها تتبنى فكرة العالم الآخر إنها يعني البقص بقى في هذا العالم سوف ننتصر عليه في العالم الآخر وطبعا لو نقرأ أدبيات الجماعات اليمين الديني حوالين الجنة والبنات اللي في الجنة والوعو وكل أشكال الكبت الموجودة في المجتمع عندها حلول وردية جدا جدا في العالم الآخر تقصدي إن بعض السلطات استغلت ده للاستمرار في قهر بعض الشعوب؟ أسهل طريقة لجر الشعوب اللي أنت لا توفر لها الحدود الدنيا في الأكل والشرب والسكن الحقوق الأساسية ده أستاذة فريدة يفسر التبعية بتاعة البعض الجماعات دي أو الشعوب دي ولكن لا يفسر القيام بأعمال إرهابية يعني أعمال إرهابية ده له تفسير آخر أكيد الأعمال الإرهابية من وجهة نظري يعني أرجو أننا ما كنش غلطانة في دوائر قوية جدا في المخابرات العالمية تغذي هذه الأفكار وتمولها لأن كيف يجري التعتيم على الصراع الاجتماعي الاقتصادي اللي دايل في كل البلدان حتى في أوروبا حتى أوروبا اللي هي كانت يعني كانت وما تزال طبعا قلعة للحرية والعدالة الاجتماعية إلى حد كبير ابتدت الناس تشتكي من الأوضاع الاقتصادية لأن السياسة الليبرالية الجديدة هي كده هي كده فإن المشروع الاستعماري يبحث عن صيغة جديدة ضد النضال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للشعوب فتصرق يعني أنت بتصرف الصراع تصرف الصراع من مجرى لمجرى تاني من مجرى الواقعي ليه اللي هو طبقة مهيمنة وطبقات مهمشة ومسحوقة إلى مجرى آخر أن الصراع الديني وزي ما قلتلك في أول قبل ما ندخل أكبر شرعية بتحصل عليها إسرائيل كدولة يهودية يعني هي مشروعها دلوقتي أن يعترف بها العالم كدولة يهودية هو ما يجري في منطقتنا التأسيم بتاع سوريا إلى علويين وشيع ودروز وأكراد يعني تفتيت والعراق واللي حصل في العراق واللي بيحصل دلوقتي في اليمن طلقين المجموعة باسم الشيعية على المجتمع اليمني اللي عمره معرف أشكال الصراع الديني خالص يعني هنا بيستثمر دكتور مايكل متحة بيستثمر الصراعات المذهبية لتحولها إلى مكاسب دولارية أو مكاسب مالية وتفتيت ما هو مقسم في المنطقة هل بتوافق على هذه الرؤية؟ ومن هنا يعني يغزى الإرهاب ويزكى ويجب أيضا تربة خزبة ولكن لماذا وجد تربة خزبة لدينا؟ هذا هو سؤالي لا هو مش لدينا فقط يعني ممكن أقول حياتك مشاهدة بسيطة ونخرج منها بدرس مفيد لما الشعوب الأوروبية بتختلف مع بعض على مثلا مذهب سياسي أو حاجة بنلاقي أن عملية انتخابية بسيطة من شأنها أنها تحسم الخلف حزب بيسقط من الحكم ويجي حزب غيره لكن لما بيختلف مثلا زي الوضع كده في أيرلندا وإنجلترا البروتستانت مع الكاسوليك بنلاقي حرب دينية نفس الشيء في أي فترة؟ في أي فترة زمنية؟ في فترة بداية القرن العشرين والغاية فترة قويبة جدا يعني الحلف الشمالي الأيرلندي بسبب أنه هو الجزء البروتستاني خفتت الصراعات الدينية بره يعني أعتقد لا هي خفتت لما الدين ما بقاش محل الصراع لما أدركنا أن اختلافنا حوالين الدين لا جدوى منه السبب بسيط الدين بيمثل متقدات مقدسة وانا لو دخلت محررتك في أي حوار حوالين حاجة مقدسة محدش فينا هيقدم تنازل للتاني يكون فيه بنا نوع من الحوار نوع من التسوية نوع من الحل الوسط بيتطلب أن نحن يكون موضع الخلاف بنا حاجة تاني غير الدين عشان كده الشعوب اللي أدركت قيمة التسامح والإنسانية وأدركت أن الخلاف بنا ممكن يكون سياسي أو اقتصادي حلت خلافاتها بسرعة جدا إنما المجتمعات اللي بتزال تعتقد أن بقرة الخلاف هي الدين هي المجتمعات اللي بيزال الصراع فيها متأجج بين فترة أخرى لأن الدين بطبيعته لما بيتبناء الاتجاهات الأصولية والدجمائية الوحيد الصحيح بيكون عندها دايما رغبة في نفي الآخر أنا لو عندي اعتقاد أنه عندي تفسير للدين وهو الوحيد الصح الآخر بالنسبة لي مش هيبقى مجرد مخالف أو معارض الآخر بالنسبة لي هيبقى كافر ومن هنا ممكن ألجأ للأفكار العنيفة أو اللي هي فيها نوع من التطرف لكن لو الآخر ده مجرد ناقد أو مجرد شخص مختلف معايا في الرأي أو بنختلف حوالي فكرة سياسية أو اقتصادية سهل جدا إن إحنا نحسمها فمن هنا الارتباط بين الرؤية الدينية المطلقة وبين الصراعات هو تفسير وجود بزرة العنف لكن لما الأفكار بتتحول أنها تكون أفكار دنيوية أفكار إنسانية بشكل عام دولة مدنية حديثة صائمة على التعددية وعلى فبادل السلطة واحترام حقوق الإنسان والحرية التعبير والاعتقاد وكل هذه المفاهيم الحديثة التي ربما لم نصل إليها بالكامل أستاذ فريدة النقاش أيضا فيما يتعلق بهذا المحور هنا هذه الصراعات تطرح سؤالا هاما هل الغرب وأمريكا والعالم بالفعل لا يفهمنا ونحن لا نفهمه أم أنه يعني يتظاهر بهذا ويتعامل معنا بمنطق آخر استعماري، انتداد للاستعمار القديم باستعمار جديد يعني فكرة حوار الثقافات هل فيها سوء تفاهم حقيقي أم سوء تفاهم متعمد شوف المشكلة في هذا الطرح أن احنا بننظر إلى الغرب باعتباره كتلة واحدة وهذا غير صحيح يعني نحن لنا أصدقاء جتير جدا في أوساط الشعوب الأوروبية وفي أمريكا ها هقولك مثلا في الجامعات الأمريكية دلوقتي اللغبي الصهيوني عمل حملة فظيعة على عدد من الجامعات الأمريكية لأنها وقفة مع الشعب الفلسطيني مع حق الشعب الفلسطيني انت تكلمي عن حركة الحياة المدنية على الشعوب ولكن القادة أو اتجاهات السياسة هي أيوة ليست معنا ضدنا طبعا طبعا ترامب ده يعني قنبلة عنصرية يعني هو ممكن يقود العالم إلى كارثة كبرى وهو تجسيد لكل تاريخ الاستعماري العنصري الأبيض هو بيعتبر الإنسان هو الأبيض يعني هل هي المشكلة في شخص الرئيس نفسه؟ لا طبعا لا يعني هل من كانوا قبله كانوا أفضل مثلا؟ فيه اتجاهات عنصرية قوية في المجتمع الأمريكي حملته على أكتافها إلى البيت الأبيض طبعا ولكن هناك أيضا اتجاهات أخرى قوية لا تقل لقوة على فكرة الشعب الأمريكي لما بنتعامل معه كتلة كده مش صحيح ما بيروحش الانتخابات ما بيروحوش يعني أغلبية كبرى بس أنت حقيقة بتتكلمي عن حركة الشعوب داخل هذه الدول ولكن حركة هذه الشعوب سوزة فريدة لم تمنع ضرب العراق رغم خروب مظاهرات مليونية في بريطانيا وفي أمريكا وغيرها إذن أعود للسؤال 15 مليون 15 مليون أعود للسؤال مرة أخرى هل فعلا المشكلة هي في سوء التفاهم الثقافي بيننا وبين الآخر أم أن الآخر يعرف تماما ما يريده ويحققه باستمرار الاستعمار القديم مثلا الآخر كسلطة استعمارية نعم ولابد يعني فكرة أن ننظر إلى ثقافة شعب أو شعب بحاله ككتلة واحدة ما فيش فرق بين ترامب وبين تشومسكي نعم تشومسكي أين نضع نعم تشومسكي في هذا مثقف عضوي كما ذكرت معارض للسياسات الأمريكية يساري وقضايا الشعوب ضد العنصرية وهذا موجود يعني طبعا أقلية ما فيش كلام بس لازم نتذكر هنا أن طول التاريخ الإنساني كان الفكر التجديد والتنوير والتقدم والاستنارة دائما أقلية ثم يأتي بعد ذلك كيف ينتشر هذا الفكر ويؤثر عندما تنضج الظروف يؤثر التأثير العميق الذي يؤدي إلى التبهير فأنا أنظر إلى الصورة من الزوية الأخرى من زوية الشعوب نعم دكتور ماشل هناك رأي في نفس هذا المحور يرى أن بالعكس أن المجتمع الغربي والمجتمع الأمريكي رغم أنه ينادي بالحريات وبالديمقراطية ولكن في حقيقة الأمر هو يصنع التيارات العنيفة وهو يساندها أحيانا أو كثيرا وهنا يبدو كأنه يلعب بجميع الأوراق اللعبة على طاولة قمار قد تفجر العالم كله فما رأيك؟ هو لو أخذنا مقولة أن العبرة بالنتائج نلاقي أن مع نهاية القرن الـ 20 ومطلع القرن الـ 21 كان عندنا اتجاهات نظرية كثيرة جدا ممكن من خلالها نوصف موقف المجتمع الأمريكي من موقفه من الشرق الأوسط تحديدا أو من العالم العربي والإسلامي مع اختلاف وجهات النظر دي كلها لما بنرجع دلوقتي نحكم إيه منها اللي تم تطبيقه على أرض الواقع وبنجاح والمدى بعيد جدا هي رؤية أن العلاقة بين الغرب وبين الولايات المتحدة هي علاقة صدام ومش مجرد صدام هو صدام قائم على صدام الأصوليات الأصوليات الممثلة في المجتمع الأمريكي اللي هي اليمين المسيحي المتطرف والأصوليات الدينية الموجودة في العالم العربي والإسلامي لكن اللي بيحصل في حياة الأمر وده عن وعي جديد جدا أنه هو انتقاء لمعركة وهمية بيتم فيها تشتيت الشعوب العربية بالكامل عشان تعتقد أن محور الصراع في الحضارة الحديثة هو الدين في حين أن محور الصراع زي ما أي مفكر عاقل عارف هو العقلانية والعلم والديمقراطية وتقدم إيه الفكرة أو العبرة من أن فيه طيار بتتبنى المؤسسات البحثية الأمريكية وبتحاول أنها تطبقوا بدون جدال يعني هو ناجح على أرض الواقع قدينة شايفينه في دول كتير جدا حوالينا العبرة هو إلهقنا في معارك وهمية أن احنا نعتقد أن المشكلة مشكلة الدين مشكلة تجديد خطاب ديني مشكلة أن نحل الصراعات الدينية بتاعتنا الأول وبعدين أن نلتفت للتقدم في حين أن الصراعات بيننا عمرها ما كانت صراعات دينية حل أي مشكلة موجودة عندنا النهاردة مشكلة البيئة، مشكلة الاقتصاد، مشكلة تنظيم العالم من ناحية سياسية هي حلول عقلانية وعلمية فنقدر نقول أن الاتجاهات دي نجحت إلى حد بايد في إلهقنا بمعارك وهمية يعني إذن ما فيش فكرة سوء تفاهم يعني المشكلة ليست أننا لا نفهم الآخر والآخر لا يفهمنا الفكرة أن هناك نيات داخلية لدى الآخر ربما نظرية المؤامرة هنا تطرح نفسها وفكرة استغلال الشعوب المقهورة هو مش نظرية المؤامرة بالمعنى المفهوم بقدر ما هو صراع المصالح التقليدي صراع مصالح بالضبط يعني أنا لو هستخدم أداة زي نظرية صراع الحضرات وكرسها واخلق نوع من الصراعات الوهمية وإنا المستفيد وأحقق مصالحي أنا في الآخر ليه لا؟ وده اللي بيحصل بالفعل فمن هنا بنتجرل المعارك الوهمية ديت والطرف الآخر بحقق المصالح بتاعته إنه هو متفرغ للتقدم بتاعه في كل المجالات وإحنا الشعوب بتاعتنا مش حتى يعني تخفق في التقدم لا دي بتعود إلى الوراء لو نظرنا لشعوب كثير من الموجودة حوالينا في المنطقة نلاقي إنها رجعت فترة كبيرة أوي يمكن تخلفت بما يقارب 40 أو 50 سنة من النمو اللي هي عملته السبب؟ السبب نها انجرت للمعارك الوهمية ونفذت السيناريو الموضوع لها بدقة الأجندة الغربية أو الأمريكيس لكن هي نفذت دم جرها إلى هذا وده اللي بيخلينا نتساءل أستاذة فريدة إن هذا الغرب هو نفسه الذي ضرب مشروعين من مشاريع النهضة المهمين للغاية في مصر مشروع محمد علي ومشروع جمال عبد النصر يعني هذا يفسر الأمر في تقديرك؟ الاستعمار يعني المشروع الاستعماري المشروع الاستعماري وجد فرصة سانحة جدا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والمحور ده كله اللي كان بيهدد بأنه ينتشر في العالم كله ويضرب المصالح الرأسمالية الكبرى فهذا المشروع الاستعماري لابد كان بعد هذا السقوط أن يبتكر نظريات جديدة لكي تحل محل فكرة الصراع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ضد الاستعمار لأن أساسا هذا الصراع الاجتماعي والاقتصادي كان موجه من التطبقات الشعبية والوسطى ضد الاستغلال بصفة عامة والمجتمع والبلدان الاستعمارية أيمى أساسا على الاستغلال استغلال شعوبها واستغلالنا إحنا كبلدان يعني تحولنا إحنا لزباين للمنتجات بتاعتنا العلماء هو سوق كبير يعني المستهلكين بالضبط خلق حتى أنماط استهلاكية يعني لا يحتاجها الفرد ده يعني عمل يقومون عليه ولكن يندفع إليها بحكم الإعلام أنت قلت الإعلام الإعلام المسخر لترويج فكرة الاستهلاك الاستهلاك السفية بينما هناك احتياجات أساسية للشعوب لا تجري تلبيتها بيجري الأمر والستوزة فريدة أحيانا في بعض البلدان إلى تغيير الأنماط الثقافية من أجل تخطيق أنماط استهلاكية يعني تغيير الزي نفسه من أجل ترويج ملابس تغيير أنماط الأكل من أجل إحلال أنواع أكلات جهزة سريعة ومعروفة الفاست فود وغيرها هو الشعار بتاحها البلدان أسواق والشعوب زبائن يعني ده خلاصة المشروع الاستعماري بعد سقوط المشروع الاشتراكي لكن هذا ليس نهاية المطاف يعني زي ما قلنا في كياما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي قال خلاص إحنا كده الرأسمالية هي نهاية العالم رجع بعد عشر سنين قال لا أنا كنت غلطان حانتينجتون لما دفع بفكرته الأساسية حول صراع الحضارات وحط المسلمين والمسيحيين الأرثوزوكس في كافة والمسيحيين الغربيين في كافة باعتبار الصراع صراع أصليات دينية وإن هذا الصراع إحنا لكي ننتصر فيه لابد أن نحشد القوة الدينية في بلدان الاستعمارية في الغرب هل تساند أمريكا والغرب هل يساند الدول الحقيقة المستقلة الوطنية الدول المدنية الحديثة أم تفضل وجود أنظمة تابعة تحقق لها مصالحها بما فيها الأسواق التي ذكرتها أحضرتك يعني أظن الإجابة التانية دي هي المطبقة هي المطبقة لأن أي مشروع للاستقلال بيجري استقلال وطني حقيت بيضرب بقصوة فضيحة يعني أنا أظن اللي بيحصل في سوريا ده أحد ده وفعه أنت عارف أن سوريا كانت الناس بتتعلم كويس جدا وعيشة كويس جدا طبعا ديكتاتور اسمه الأسد ده وأبوه الأب والابن الأب والابن وصدام حسين نعم نفس الشيء في العراق لما ضربوا صدام حسين وأعدموا كانت العراق ما فيهاش أمية كان فيه نهضة علمية وتعلمية كبيرة جدا في العراق هذا الصناعة يعني أنت عارف دلوقتي مطروح على الواقع الاقتصادي والثقافي في أمريكا فكرة مجتمع ما بعد الصناعة كانوا مصنفين العراق باعتبارها داخلة إلى هذا المجتمع بخطوات ثابتة يعني ده بس ده مستوى وفكرة الاستبداد والظلم واللي كان بيمرسوا صحيح لا يمكن غض النظر عن العراق طبعا لا يمكن تجاهوه كان فيه نهضة علمية وتعليمية مهولة في العراق وأعتقد أن ده يمكن أحد الأسباب الضرب هذا البلد والدولتين الحقيقة ذكرت مثالهما يعني الحقيقة لم يكون مدينين لأي عالم بديون خارجية كان فيه اكتفاء اقتصادي يعني سوريا نفسها التي هي يعني ليست دولة بترولية لم تكن مدينة لأي دولة وكانت تصادر سليم صحيح عارف تشاوشيسكو ده عملوله المسبحة رومانيا وقتلوه في رومانيا هو امراته ديكتاتور رومانيا ديكتاتور رومانيا ما كانش عليه ديون خالص ما كانش عليه ديون خالص لحده لازم عشان تدخل في منظومة الليبرالية الجديدة تبقى مديون لشوشتك وده ربما يعني يؤكد فكرة طرحناها أستاذة فريدة وهي فكرة أن ربما تقوم صورات وليس بسبب الوضع الاقتصادي ولكن بسبب الوعي ومطالب أخرى هي الحريات وحقوق الإنسان وغيرها دكتور متحط مايكل مايكل متحط يعني هنا عندما نتحدث أيضا عن الوعي هل يمكن أن ينمو الوعي في ظل منظومة تعليمية متراجعة وفي ظل غياب استراتيجية ثقافية واضحة لدولة من الدول هو بطبيعة الحال الوعي لا يوجد وحده محلق في الفضاء يعني لو عندنا مجتمع مكوم من أنصق كتير جدا صعب أن نلاقي مثلا مجتمع متدهور اقتصادين، متدهور سياسيين، متدهور علمين ولكن الوعي أو مجال التعليم مثلا فيه متقدم فمن الطبيعي أو من البديهي أن الوعي عندنا أيضا متأخر وعشان كده نلاقي حتى أن المشكلة ليه متأخر؟ متأخر لأنه بيفرض علينا مجموعة من المشكلات اللي بتمثل عبء إضافي على المثقف يعني كان فيه واحد من الفلسفة الغربيين المشهورين جدا بيقول أنا لو داخل ألقي محاضرة مثلا حوالين اللغة اليونانية أو اللاتينية ولقيت أن واحد من الطلبة راح رافع يده بيقول لي على فكرة قبل ما تبدأ المحاضرة أنا مش موافق أني فيه حاجة اسمها اللغة اللاتينية فبدل ما أقضي المحاضرة بتاعتي أنا بشرح له قواعد معينة في اللغة دي أو بجدله حوالين قصيدة شعرية فيها هتولى عبء إضافي اللي هو إيه؟ إن أنا بدافع عن أن أصلا فيه حاجة اسمها اللغة اليونانية أو اللاتينية إحنا عندنا مضطرين في ثقافتنا للدفاع عن العقل قبل ما نستخدمه في إقامة نوع من الوعي أو إنجاز مشروع من مشروعات التقدم لازم لما نخاطب الإنسان أقول له الحقل ده حاجة جميلة من فضلك تبنى قيم العقلانية والعلم والمدنية والحداسة والترشيد وهو مش عايز اللي هي نقطة الصفر اللي بيبدأ منها المثقف الغربي عشان كده هو العبء عليه أقل جدا عشان كده مشكلات الوعي عنده أكثر تقدما لكن أكثر سهولة إحنا عندنا المشكلات متدهورة وأكثر صعوبة في عجلة سيدة فريدة نفس السؤال هل يمكن النهوض بالوعي في ظل منظومة تعليمية متراجعة غياب استراتيجية ثقافية واضحة لأي دولة من الدول؟ هو من الصعب جدا أن نحن نحل قضية لوحدها صحيح يعني لابد أن تكون هناك منظومة متكاملة من الإعلام والتعليم والمؤسسة الدينية أنت ما تنساش المؤسسة الدينية عاملة إيه في البلد؟ ألاف المعاهد الأزهرية منتشرة في الريف وتشوف الولاد بيطلعوا يقولوا إيه؟ أنا مرة كنت بحاضر في جامعة القاهرة عن دور الصحافة النسائية في بداية القرن إن طالب أو طالبة يقوم يسألني سؤال عن اللي أنا قلته كله مستند إلى الأحاديث النبوية القرآن الكريم الشيخ الشعراوي الشيخ معرفش مين حسنا ملاش علاقة بالموضوع خالص لأنه دولة نتاج التعليم خلينا نقول أن هذه المؤسسات الحيث ذكرتها وعلى رأسها الأزهر الشريف يمكن أن تلعب دورا إيجابيا إذا تم توظفها لصد حتى التيارات المتطرفة والإرهابية ولبناء وعي ديني وسطي حقيقي متفتح أنا بشكر حضراتكو جدا على هذه الجولة الفكرية والثقافية حاولنا فيها أن نفهم وضعنا في العالم هل العالم بالفعل لا يفهمنا؟ هل نحن لا نجيد فك معادلات هذا العالم؟ أم أن الاستعمار بشكله المتطور والجديد يغزي فينا الطائفية ويريدنا دائما أن نكون في صراع ليروج منتجاته وليروج أسلحته ولنظل في هذه الدائرة المفرغة من الجنون ومن الموت ومن الضمار ويزداد رخاءه وثرواته ونزداد نحن بؤسا وشقاء والتاريخ يدلنا على كيف استطاع الغرب أن يلعب بوجهين يقدم دعما للطائرات الأصولية ماديا مثبت تاريخيا وينادي بالدولة المدنية والديمقراطية الشكلية يدعم الأنظمة الرجعية والدينية طالما أنها تحقق مصالحه ويضرب النهضة في مصر في عهد محمد علي وفي عهد جمال عبد الناصر ويقاوم أي تطور حقيقي ودائما يريدنا خلفه لا بجانبه ولا ندا له الحقيقة بشكر أستاذة فريدة النقاش الكاتبة الصحفية المناضلة السياسية بشكر الدكتور مايكل متحة يوسف مدرس الفلسفة بجامعة حلوان حوار الثقافات يأتيكم كل أربعاء في الثانية ظهرا كنت معكم طارق عبد الفتاح إلى اللقاء